من أخطر أنواع التعبين اللي بتعيش الشرق الأوسط أخطر من الكبرى المصرية والنوبية وكمان التريشة والحية القرعاء 4 من 10 ميلي جرام لكل كيلو كافين قوي ان هم يقتلوا إنسان من أعراض لدغته ألم وطورم موضعي وكمان غسياء حمى والتهيج عصبي ويرتفع عدد قراط الدم البيضى في الدم كل جي من لدغات الصل الأسود أو تعبان البرجيلي السيناوي أو الكبرى السوداء الصحراوية دوت طبعا تعبان سم ومميت منتشر في شبه جزيرة السينا والنهاردة الأول مرة هشرح وهتكلم عن التعبان النادر ده التعبان ده مش سهل أبدا إنك تلاقيه ده من أندر أنواع التعبين في مصر ولكن المصير للاهتمام يعني في التعبان ده إنه هو من أخطر أنواع التعبين في الشرق الأوسط زي ما أنتوا سمعين طبعا الصوت الكوي دوت هو صوت فحيح هو كده بيحذرنا عشان نبعد عنه ولكن أنا مصر إنه هو يعمل الصوت ده عشان على الأقل تكونوا حافظين صوته كويس هو مفيش فارق كبير يعني بين صوت الفحيح بتاع الصل الأسود اللي هو التعبان اللي معنا النهاردة وبين أي تعبان تاني تعبان الصل الأسود أو البرجيلي السيناوي هو متسمي السيناوي لإنه هو يعني منتشر هناك مش هتلاف أي منطقة في مصر إلا في سينا وكمان الصحر اللي هي إيه بابين القاهرة والسويس اللي هو الطريق المؤدي للسينا يعني التعبان دوت يعني هو من أخطر أنواع التعبين في الشرق الأوسط زي ما قلت لأن 4 من 10 ميلي جرام لكل كيلو كافية جدا أنها تقتل إنسان يعني هو تعبان شديد الصمية وأخطر كمان من الكبرى المصرية ومن التريشة أنت لو شفت الجرعة المميتة مثلا للكبرى الهندية هتلاقي أن هي 80 من 10 ميلي جرام لكل كيلو أما بقى لو شفت الجرعة المميتة للكبرى الصفراء هتلاقي أن هو 72 من 10 ميلي جرام لكل كيلو فإحنا هنا بنتعامل مع تعبان شديد الخطورة وشديد الصمية انا طبعا همسكوا بايدي برضو في الفيديو ده وهنعرف مع بعض كل حاجة عن التعبان ده واولا هو كبرة بس مش من جنس الناجة اللي هو اللي بيدم الكبرة المصرية والكبرة النوبية هو كبرة ولكن مش بتشرع يعني ما عندهاش الجلد الزائد اللي هو على راسها ده اسمها برضو الكبرة الصوداء الصحراوية واسمها كمان الصلة الاسود طبعا باين من لونها او عارفين يعني هي تسمت كده ليه من لونها اما بقى عن صم التعبان ده فهو ما تمش دراسته كويس ده لقلة الحالات اللي تلدغت منه لان هو تعبان بييش في قلب الصحرا وكمان اغلب الناس اللي هي تلدغت منه بيكونوا من البدو تعالى با نتكلم عن اعراض اللدغة بتاعته اول حاجة طبعا قلم متورم موضعي وبعد كده عندك اعراض جهازية زي التهيج والحمة وكمان عدم انتظام ضربات القلب وبعد كده عندك غسايان وارتفاع عدد الكرات البيضة في الدم دي اعراض والريجي سجلت كانت رحالة ان هي كان فيه سيادة بدوية يعني عندها 22 سنة اتلدغت بالليل وهي نايمة طبعا في الصحرا وهو زي ما قلت توزيعه في الاماكن الرملية طبعا مش في مصر بس لكن في كل الشرق الاوسط يعني عندك فيه دول زي ايران والعراق والسوريا والكويت كل دول بييش فيها البرجيلي السيناوي اللي جانت طبعا سيناق في مصر ولو جيت برضو تشوف اكتر حاجة بتميز التعبان ده ان هو بيهاجم بطريقة جانبية وكان بيعض فارستو بطريقة جانبية يعني شايفين دلوقتي هو هاجمني ازاي اخد جنب كده هتلاقى برضو ان التعبان لونه هو ولسانه اسودين بالكامل والنوع اللي معنا كمان او العينا اللي معنا من اكحل العينات اللي انتو ممكن تشوفوها التعبان دوت مش كبير في الحج يعني اقصى طول لي مية وتمانية سنتيمتر يعني كمان هي مش بتشرع ولكن هتلاقى شبه الكبرى لو جدت السور الكبرى مصرية مثلا وهي مش بتشرع وحطيتها جنبها هتلاقى ان هم برضو شبه بعض حجمتني الطريقة الجانبية ها تاني قدوكم دلوقت وبالمناسبة احنا عارفين اه ان هي بتعيش الاماكن الرملية ولكن مش اي اماكن هي اه في الصحراء باستثناء الصحاري الرملية تمامة اللي هي فيها كسبان رملية عالية وكمان بيتعيش في الاراضي اللي هي فيها شجيرات شبه صحراوية وكعادة طبعا التعبين السمة هتلاقي ان التسع انواع تعبين السمة في مصر كلهم ليلي ايه التعبان ده مثلا بيكون في اقصر اوقات نشاطه في منتصف الليل اللي هو بعد الساعة 12 لو جد برضو تشوفه الكبرى المصرية او التريشة هتلاقي ان الصعبان بيعضي الفريسة بتاعته وبيستنها تموت الاول البرجيري السيناوي بقى لا هو بيعضي الفريسة من مسافة وريبة منه عضة جانبية طبعا ومش بيدخ الصم على طول هو بيستنى لما يعضي الاول بعد كده يستنى ثواني وعد كده خلاص يدخ الصم جوه الفريسة لانه كان بيعدبد الى جانب الصم ان هو ينقبض على الفريسة ويخنقها زي الاصلات كده اما بقى هو بيتغزع الايه في البرية فعندك السحالي او الزواحف يعني في شكل اساسي فيه سواحف تانية غير السحالي زي التعبين والبراص العجمات وبرميات كمان زي الدفاضع وممكن تاكل تعبين يعني سواء من انواع مختلفة او من نفس جنسها وكمان قوارد زي الفران وكمان انواع مختلفة من التيور واكيد ما عندهاش مانع تاكل كائنات ميتة التعبان ده كمان بيبيض مش بيهولد وبالمناسبة فيه ناس كتين مش بتفرق بين تعبان الصلة الاسود اللي هو قدامنا ده وتعبان الاسود الخبيس عايز اقولكم ان الاثنين مختلفين عن بعض تماما الاثنين طبعا شديدين السمية ومميتين هما الاثنين لكن تعبان الاسود الخبيس هو اخطر تعبان في الشرق الاوسط تعبان الاسود الخبيس ملوش مصر اما الكبرى اللي قدامنا دي مهما كانت سميتها يعني مميتة فيه لها مصر اللي هو متعدد التكافؤ المصر متعدد التكافؤ ده هو اللي بيصلح لكذا نوعه اما المصر احادي التكافؤ هو اللي معمول خصيصا لنوع واحد من التعبين صعبان الصلة الاسود اللي هو معنا النهاردة هو بيكون اكبر بشكل عام من تعبان الاسود الخبيس وفيه ميزة كمان في تعبان الاسود الخبيس انه بيعض بطريقة جانبية مش زي الصلة الاسود لا هو بيطلع نابه حتى هو قفل بقه وفي الاخر يلدغك اللي اتنين كمان موجودين في مصر واللي اتنين موجودين في شبه جزيرة السيناء وكمان الاسود الخبيس منتشر اكتر من الصلة الاسود يعني كمان صعب جدا تلاقي التعبان اللي قدامنا ده حتى السيناء الاسود الخبيس منتشر عنه وكمان بيكون الفايع كده وعمل شبه الدودة شوية ولكن ما تستهنش بيه لان تعبان الاسود الخبيس هو اخطر تعبان بلا منازع في الشرق الاوسط لكن لحسن الحظ انا عايز اطمنك ان التعبين اللي هي شديد السمية دي موجودة في سيناء في اماكن صحراوية مهجورة يعني انك تخاف من الكبرى اهم يعني فعلا ليك من انك تخاف من تعبان زي ده لان الكبرى منتشرة في الاماكن اللي فيها بشر في الزراعة اما تعبان زي ده انت عايز تروح سيناء مخصوص وتدور عليه في قلب الصحرا عشان تعرف تقابله حتى على الال انا بالمناسبة بقالي سنين بربي تعبين لكن النوع ده ده تقريبا يعني اول تعامل بيني وبينه واجمل حاجة حبيتها الصراحة في النوع ده من التعبين هو لونه لونه اسهد ولامع ولو تشوفه في الشمس فهتلاقيه لونه دهبي كده زي اللون اللي هو قدامكم دلوقت فيه زي لون طيف كده على لون الاسود ده بيكون شكله بصراحة جميل ومبهر جدا وفي النهاية ده كان فيديو بسيط تعريفي عن النوع النادر ده من التعبيق واللي هو الصل الاسود اتمنى طبعا تكونوا استفدتوا بالفيديو ده واشوفكم في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر